لا يمكن أن يدوز العيد و لا تدري لها الحنينة و تفرحي لها بريد ذات ديالك الحنينة تخرج وتحمق كيف لا تشوفوا معايا في الفيديو إذا كان لون الحنة يخرج لكم صفر أو بورتقالي لا تعطيكم ذلك النظارة الحنة اليوم سوف نعطيكم الثر اللي غيخلي الحنة ديالكم غيخرج اللون دياله ما شاء الله وحتى أن هذه الحنة يعني غتقضي لكم على الأجزيمة لكتو كتعاني من الأجزيمة أو لكتعاني من التشقوقات حنينة يعني أروعة و كتكمد لدين و غتديروا إن شاء الله من أمور ما تحيدروينا ديال العيد و غتشوفوا واحد الحنينة اللي يزوينا كل شيء غيسو لكم على السر الحنينة اللي غادي نشارك معاكم اليوم ساهلة و المكونات ديالها بسيطة كيفما العادة و غير من المطبخ ديالكم و غادي نضيزون دوء على بركتي الله اللي بغا تتلف رأسه و تتلف بنياته ديوم غا نعطيك حنة اللي غادي تبقى دائما كتعتمد عليها يعني في كل مناسبة و بلا دوليو و بلا احتش مكوين اللي آدي لك يعني لابو ديالك غادي نبدو على بركتي الله كيفما كتشوفوا معايا عندنا اول مكوين اللي هو التومة كمكوين يعني اول كيفما كتشوفوا معايا ثم ما غندوزوا المكوين الثاني اللي هو الحبوب ديال آتي او الحبوب الشاي كيفما كتشوفوا معايا عند روء ملعقة كبيرة و جوج ديال الفصوص ديال التومة هاد الحنة كتخرج حمراء يعني اللون ديالك يخرج غامق و كتخرج كتحمق كتخرج زوينة بزاف من بعد ما درنا هاد المكونات غادي ناخده الكاركا ديال او للكاركا ديال هاد العشبة هاد اللي كتبع عند العطار راه موجودة فيما مشيت وغاة القوة كيفما كتشوفوا معايا دول شكل ديال هاد العشبة ديال الكاركا ديال الكاركا ديال غادي ناخده ملعقة كبيرة حتى الجوج معها القبار بهاد الشكل هادا ممكن بطيفو ملعقة كبيرة ديال القرنفل ايلا ما كانش عندكم هاد المكون هادا وغادي نزيدو واحد طريف ديال الحامض يعني واحد القطعة ديال الحامض او الليمون كيفما كتشوفوا معايا وغادي نضيفو على ذوك المكونات صافي من بعد ما غادي نديرو المكونات غادي ناخده الماء او لا نحتاجه للماء كاس ديال الماء انا مدرجش هاد الكاس كامل كيفما كتشوفو معايا وكيبقى على حسب الكمية اللي غادي رو ديال الحنة اللي كتكون اا يعني كتكون البرومي ماشي انكتكم تفرقوا ما بين البرومي والمغشوشة المغشوشة اول حاجة كيكون فيها العواد بزاف العواد اللون ديالك يكون مغاير على هاد اللون اللي كتشوفو معايا كيكون غامق وكتكون غليضة ما كتكون شرتبة كتكون غليضة وكتكون فيها الحجر كيكون الحجر مطحون فيها رقيق وما كتنظر موالو كتكون حنة عيانة بزاف هذه الحنة اللي زوينة كيما كتشوفو معايا وضروري ما كنغربلوها باش ما كتوقاش مكورة هناك ناخد واحد القطعة ديال السكار كيف ما كتشوفو معايا ناخدي السكار ديال القهوة قسمتها على جوش ديك السكار قسمتها على جوش كيف ما كتشوفو معايا ولكتو عدد ديرو بزاف ديرو حيضا صافي دابا من بعد ما تبخوا لي يدو كل مكونات درتم على النار غادي من بعد ان ناخدوه ناخدوهم وغادي نصفيوهم مزيان كيف ما كتشوفو معايا هادا هو هادية ديك اللي غا نخلطو بي شوفو ما شاء الله كيفش داير لون ديالو وغا نبدو نخلطو الحنة ديالنا هنا الحنة كتشوفو على حسب القياس اللي بغيتو وبنسبة كيفش عتخلطوها اراع لحسب الخليط اللي بغيتو انتو ما كتضيفو شوية بشوية ومثم ما كتخلطو حتى كتحصلو على دق القوام اللي بغيتو اسواء قوام تقيل شوية او لا قوام اللي كيكون خفيف ومثم اللي كتحكمو في القوام ديال الخليط ديال الحنة وكتبقو كتخلطو شوية بشوية كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو صافي غا نستعمر هاكا حتى اتقاد لي الحنة مزيان يعني هاد الخلطة اتقاد مزيان وإلا بغيتو شي وصفة مرحبا اهبطو التعليقات يعني اسفل الفيديو في التعليقات وخليوا لي الوصفة اللي بغيتو ان شاء الله نشارك معكم كعال الوصفات وبالنسبة للناس المتتبعين اللي تتبعوني او تتبعوا الوصفات ديالي في الفيسبوك بالنسبة للباش ديالي الواحدة اللي عندي هي هادي اللي هنحط لكم هنا هادي اللي باش ديالي إلا كنتو كتشوفو هادي الفيديو ديالي في شي باش خرى تسوفو الاسم الفوق إلا لقيتو شي اسم من غير عالم اجمل نساء رمشي صفحة ديالي او لمشي لباش ديالي دخلوا الروشيرج في الفيسبوك الفوق كتبوا عالم اجمل نساء غيب العربية رغتطل عليكم هي هادي اللي كتشوفو معايا اللي حبيت لكم هنا يا بفيها ميشين وثلاثة 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 ديالي فولوورز هادي الصفحة ديالي او للاباش ديالي دخلوا واشتاركوا وغايبقوا ووصلكم دائما الوصفات ديالي ركب نزلت من مواصفات وكيف ما كتشوفو معايا هادي يلاباش وشكرا لكم بزاف بزاف بالنسبة الناس اللي كتبعوني يعني في الفيسبوك وكذلك نشكور الناس المتتبعين اللي كتبعوني على القناة شكرا لكم بزاف بزاف تاريخ ديالي هنا من بعد ما خلط الحنم زيان كيف ما كتشوفو معايا هداو الشكل ديالي ولكن مزال يعني كتغطيوها بسلوفان او لشي بلاستيكا كتخليها واحد ثلاثة تسوية جوز سوية هاكا قد ما خلطوها كان احسن تخلي واحد ثلاثة تسوية اربعة هاكا جوج لحسب الوقت ديالكم ومن بعد عاد غادي يعني كتوجدوها قبل ما تكونوا باغين تتحنيوا هنا بالنسبة للسقوة اللي غادي نوجدو غادي نحتاجو فيها جوج معال قد يصدق على سانيدة واحد المعالقة صغيرة ديالقه هو سريعة الدوابان كيف ما كتشوفو معايا كتعطيها واحد اللون اللي زوين بزاف هاد السقوة واعرة بزاف من بعد غا ناخدو عاصر نصف ليمونة او الحامضة هي اللي غا نخلطو بها هاد المكونات كيف ما كتشوفو معايا كنضيفو ذاك عاصر الحامض او الليمون وكنخلطو هاد السقوة كنخلطوها غا شوية كتتخلط صافي ومن بعد ما تنديرو الحنى ديالنا يعني كنحنيو ايدينا او لارجيلة ديالنا ومن تنحنيو وكتيبس لنا الحنى يعني ما كتبقاش 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 يني كنقيسو هول القوة ما زال ما نشفتش يعني حتى كتنشف من اللي كتنشف كنديرو القطن وكننوضعوه في هاد الخالة ديال السقوة اللي وجدنا وتنوضعوه هاكا على الحنى من الفوق بعد ما تتيبس هاد السقوة كتعطيوه حد اللون زوين بزاف للحنى يعني كتخلي الحنى كتغمق وكتخلي الحنى كتزيد تشبر يعني ما كتتحتتش يعني ما كتطيحش يعني كتبقى قابطة على اللي الدين او للرجلين بالنسبة الناس اللي كيبغوا يدروا تقي شرات او اللي كيبغوا يبقاوا بالحنى كيباتوا بيها باش هاك تنظر ليهم وهاد الحنى عم بسرعة كتنظر يعني باغي بالزربة تتعطيوه نتيجة زوينة يعني بسرعة كتعطي اللون هادي الوصفة وهادي السقوة كما تشو معايا كندروه بعد طريقة ومتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفة هادي ديال الحنى وكذلك السقوة وتقولوا لي يا رأي ديالكم والنتيجة وشكرا لكم بزاف زاف على المتابعة مطلقة واكيد مع وصفة جديدة ومع فيديو جديد وبترطي نجيو هاد الوصفة ادي ديالي قاع الحبابات تجيالكم وقاع الصحاباتكم والعائلة ونطلقوا ان شاء الله مع وصفة جديدة وفيديو جديد وفي امان الله شكرا لكم